قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هذه الآية المباركة من سورة آل عمران يقول نظيرها في القرآن الكريم إذ أن المولى تبارك وتعالى وللمرة الأولى في القرآن يمن بنعمة على عباده يمن على المؤمنين ببعثة النبي صلى الله عليه وآله المان أو المنة في اللغة العربية وردت بمعنين المعنى الأول المن بمعنى العطاء من غير سؤال ولا استحقاق يعني الإنسان عندما أنعم الله عليه بهذه النعم أعطاه قلبا رئتين لسان شفتين هذه النعم كلها من غير سؤال هذه النعم اللي موجودة أمامه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه النعم اللي أمامك أيضا من غير استحقاق لأن الله عز وجل لو لم يخلق البشر وإيش بصير يا علي لا خلقنا زاد في مملكته ولا إعدامنا ينقصه من ملكه هل أتى على الإنسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ماذا يصير يا علي فهذا المعنى الأول العطاء من غير سؤال أو استحقاق شوف الموظف اللي يستلم راتب آخر الشهر رب العمل ما يقول لهذا منه لا هذا استحقاق أنا بجهدي بعملي الزوج عندما ينفق على زوجتي يعطيها مبلغ من المال ما يقول لهذا منه جودي واجب عليك النفقة استحقاق فهذا الفرق بين الاستحقاق وعدم الاستحقاق المعنى الثاني إلى المن أو المن لغتان إعطاء النعم مع التذكير بعظمة هذه النعمة أو بأصلة هذه النعمة التذكير بالعظمة أو الأصل بعض الناس يلجأ إلى أخوه يقول له أنا محتاج مبلغ من المال يعطيه بس من يشوفه في مكان يقول له ها ويش سويت بهالمبلغ تذكر يوم عطيتك لو ما ساعتك ما وقفت على رجولك وصرت رجال أنت وبعدين يمكن يصير تاريخ بعد ما ينمحه يصير تاريخ يبنى عليه فلان متى مرض قال قبل لا أعطيك بسبوع له صارت التفجيرات في العراق بعد شهر من أعطيتك المبلغ المالي صار تاريخ المن بهذا المعنى من العبد إلى العبد هذه قبيح جدا قبيح مذموم الله ما يقبل لا تفسدوا صدقاتكم بالمن والأذى أحسن أنت قاعد تفسده بدل ما تحصل ثواب تحصل إثم بعد فالمعنى الثاني العطاء إعطاء النعم مع التذكير بأصل النعمة أو بعظمة النعمة هذا من العبد إلى العبد قبيح بس من الله عز وجل إلى العبد وقبيح ليش لماذا ذكرناه عظمة النعم من غير سؤال ومن غير استحقاق أساساً لا سألنا ولا استحقنا هذه النعم مع ذلك أعطانا هذه النعم كلها أغدق علينا بهذه النعم مع ذلك الله عز وجل ما من على عباده كلمة المن بهذا المعنى أخوة كلمة المن وردت في القرآن الكريم ونريد أن نمنى على الذين الناس تضعفوا بس هذا معنى آخر ولقد مننا عليك مرة أيضاً بمعنى آخر إبهذا المعنى اللي أشرنا إليه لغتان ما ورد في القرآن الكريم على أي نعمة من النعم إلا على بعثة نبينا وحبيب قلوبنا محمد الله صل على محمد فالمؤدى أو نستنتج من هذه الآية أن الله عز وجل من على المؤمنين ببعثة النبي صلى الله عليه وآله معنى ذلك أن هذه النعمة لا تضاهيها أي نعمة هذه النعمة هي أكبر النعم ولذلك الله تبارك وتعالى يذكر بها المؤمنين لماذا استحق النبي صلى الله عليه وآله هذا المقام العظيم خوة لماذا استحق هذا ولا شهر كامل نحجي نوفي بفضل النبي صلى الله عليه وآله كتبت مجلدات ولم تصل إلى فضل النبي صلى الله عليه وآله لكن على عجاله العلماء يشيرون أن النبي صلى الله عليه وآله من جملة ما قدمه إلى البشرية أمور كثيرة بس من جملة ما قدم واستحق ذلك بناء الإنسان المسلم وبناء الأمة الصالحة ممكن ما نقدر ناخذ إلا الجزء الأول بناء الإنسان المسلم من خلال القرآن الكريم التشريعات الواردة في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله نجد أن المصطفى صلى الله عليه وآله قد بنى هذا الإنسان من عدة جوانب الجانب الأول البناء العقلي بناء عقل المسلم إلى اليوم يتساءل البشر بما يعرف بالأسئلة الكبرى أو النظرة الكونية لماذا وجدنا على هذه الأرض أصل هذا الوجود أصل هذا الكون هذا الرب ما المؤدى من وجودي ما الهدف من وجودي لا زالت هذه الأسئلة الكبرى تطرح القرآن الكريم أحاديث النبي أقوال النبي أفعال النبي أجاب على هذه الأسئلة أن هذا الكون هادف هذا الكون له رب هذا الرب جعلك مستخلف مؤتماً في أرضه تعمر هذه الأرض وتسير نحو الله عز وجل والله خل نهاية إلى هذا الكون وهناك في تلك النهاية جنة ونار فأجاب على هذه الأسئلة وهي مو معرض حديثنا الأسئلة نفسها فأجاب على هذه الأسئلة بإجابات شافية أنت لما أجاب النبي صلى الله عليه وآله على هذه الأسئلة اللي داخل في أمور العقائد بخصوص الكون شنو المطلوب من الإنسان مطلوب عمل عرفت أن هناك إله أنت وجودك معبث مو مثل ذاك الذي اتخذ إلهه هواه هذاك الصنف من البشر يحرص أن تكون كل ثانية كل دقيقة يحسبها من رذيلة إلى رذيلة من عمل سيء إلى عمل سيء هم يقول لك نحن في هذا الوجود نستغل وجودنا لذلك ترى ما يهلكن إلا الدهر أنت تعلم وعندك علم لأنك من أتباع النبي صلى الله عليه وآله أن هناك نهاية إلى هذا الكون نهاية إلى ذلك فعلى الإنسان الذي يعلم ويعتقد بذلك أن يعمل سعياً نحو الله عز وجل هذا واحد أيضاً بخصوص العقل بنى النبي صلى الله عليه وآله ما يعرف بالعقل السنني العقل السنني يعني الإسلام ترى لا يؤمن بصدفية الأشياء إلى اليوم نستخدمها نقول فلان صار تاجر لأنه سعيد فلان فلان هو أصلاً سعيد من ولده سعيد هذا كل مسكين له ما يسوي شقي ما لا يحظ في الدنيا التفاعل والتشأم والتطير ما إلى علاقة بالإسلام أساساً النبي صلى الله عليه وآله أمرنا بالتوكل على الله والسعي أكسناً الله تبارك وتعالى حددها في هذا الكون ولا يمكن أن يتجاوز هذه السنن لأجل خاطر المسلمين مثلاً لسواد عيونهم أنت شايف الأمم الأخرى حتى ما عندهم كتاب مثل الصين الهند وغيرها اليوم في التكنولوجيا وصلت إلى مراتب رفيعة جداً طافتنا أشواط وأشواط ليش؟ ولأنهم عملوا بالأسباب ولأنهم ساروا على الطريق أنت تسوروا حك مريم العذراء وتقعدوا بصومعة العبادة وترفع عيدك تبغي الله ينزل عليك الرزق لا راح تموت من الجوع أقول لك راح تموت من الجوع أقول لك إسعى اللي يزرع شوك راح يحصد شوك ما يطلع عليه عنب يطلع عليه شوك فالمطلوب من الإنسان أن يعمل بالأسباب النبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله نحن نؤمن بأن عند الولاية ولاية على الكون مع ذلك في غزواته في أحد لما خالفوا أمره قتل من قتل منهم الحمزة سلام الله علي ما كان النبي يقدر يرفع عيده بالدعاء يزلزل الدنيا كلها يقدر بس ما يبغي يتجاوز الأسباب لأنه إذا لم يعمل بالأسباب إشلون يعرف المنافق إشلون يعرف المؤمن إذا ما سارت الأمور حسب السنن الكونية حتى الإمام الحسين في كربلا سلام الله علي إحنا عدنا اعتقاد ويقين أنه لو رفع يده بالدعاء ما يضل واحد منهم على وجه الأرض بني أمين بس أكو أسباب يريد يمشي عليها المحصول يريد يتجاوز الخندق الخندق تقريبا شهر كامل يشتغلون عليه المسلمين عرض ستة أمتار وعمقه أرفع من قامة رجل شهر كامل إش قد اشتغلوا عليه ما يقدر النبي يرفع عيده ويحصن المدينة بدعوة وانتهى الموضوع يقدر بس الأسباب لا بد أن تجري لا تقول هذا تفأل يعني أرسل النبي صلى الله عليه وقال إلى أم عجيبة غريبة ولا زالت هاي المخلفات موجودة إلى اليوم يطلع واحد منهم في السفر إذا مر عليه طائر وأعطاه الجانب الأيسر سكنر عليه يسار ولف عليه يقول لك يرجع إلى بيتهم ما يسافر هذا سفر وشؤم وجود عدهم وإذا أعطاه الجانب الأيمن قال هذه خوش سفرة إلى اليوم بعض الناس إذا شافن على أجلكم الله مقلوب أو طبقة جنب الطبقة الثانية يقول ما بأطلع من البيت اليوم أكيد فيه مصيبة أنت المصيبة أنت المصيبة لأنك تؤمن بهذه الخرافات والترهات ما عدنا نتفأل ولا تشأم ولا تطير عدنا توكل على الله تبارك وتعالى فبنى النبي صلى الله عليه وآله العقل السنني هذا بخصوص العقل بخصوص الجسد الإسلام من خلال النبي صلى الله عليه وآله اهتم اهتماما بالغا دقيقا بإصلاح إن جاز لنا التعبير بإصلاح البدن المسيحية على سبيل المثال كانت تركز على الروح النبي صلى الله عليه وآله قال لك لا ولبدنك عليك حقا هذا الجسد إذا صلح هو منصة انطلاق الروح نحو الله عز وجل العبادات عن طريق أنت تعرف جنابك أن عدنا عبادات بدنية محضة وعدنا عبادات مادية محضة وعدنا عبادات جسدية ومادية الآن مثل الصوم عبادة بدنية بدنية الزكاة عبادة مالية الحج عبادة بدنية ومالية النبي صلى الله عليه وآله ركز على الجانب البدني الجسدي تركيز دقيق جدا في مسألة إصلاح البدن يعني عرضك نموذج إلى هذه الدرجة أن الإسلام يهتم بنظافة هذا البدن حتى يكون مهيئ للقي الله عز وجل نظافة هذا البدن النبي صلى الله عليه وآله لدائما علمها أولادنا والمدارس النظافة من الإيمان الفريق الآخر عدهم هذا مو حديث هذا كلام مشهور عدنا إحنا أتباع مدرسة أهل البيت هذا حديث نبوي إن الله تعالى يبغض العبد القاذورة هذا حديث موجود لولا أخشى على أمتي أن أشق عليهم لأمرتهم بالاستياك قبل كل فريضة نظافة الفم حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يروي يتحدث ويا جبرائيل لماذا لا تنزل عليهم قال وكيف أنزل عليهم وهم لا يستاكون أكروائح شوية تأذي حتى الملائكة غسل الجمعة غسل الجمعة غسل الجمعة أخوة مو موجود بالقرآن الكريم النبي هو اللي شرعه صلى الله عليه وآله هو اللي شرعه ومسألة إن النبي شرع هذا بحث لوحده شلون يشرع هل هو وحي من السماء أم أن الله عندما أكمل تعليمه وتأديبه أعطاه الصلاحية هذا بحث ثاني بس غسل الجمعة عندما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شنو أسباب تشريعه من أسباب تشريعه أن المسلمين في ذلك الوقت المسجد ما كان سقفة مرتفع كان نازل وما كان بهالحجم يعني كان كتما خلي على استلاحنا فكانوا في صلاة الجمعة يأتون مباشرة من الأعمال إلى المسجد وتصور أنت صيف المدينة الحر الشديد هذا يعمل بالزراعة هذا ويا الماشية إذا يجون المسجد ويتكدسون على بعضهم البعض حتى صلاة ما يعرفون يصالون حتى عيونهم تنعمل خب الإنسان هذا الإنسان مسكين يا ابن آدم أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة وهو ما بينهما حملوا بعذرة هذا الإنسان هل لم يستغرب روحه خلي يرمونه يوم واحد ما يشيلونه يدفنونه الدنيا كلها تضج منه هو إذا الله أعطاه فلسين قام يطالع الناس من خشمه يا مولاي تواضع النبي صلى الله عليه وآله تركز على الجوانب الإنسانية كثير بشكل يعني مبالغ فيه الله ما مدح صلاة ولا صيام ولا حج مع أنه أفضل حج وأفضل صيام وأفضل صلاة لما أراد يمدح النبي مدح أي جانب الجانب الإنساني وإنك لعلى خلق عظيم جانب التواضع أنا وأمثالي إذا رحنا يوم القيامة نروح إلى النبي يقول لك خذ لك لفة ثانية طريق ثاني أنت مو من أتباعي ليش يا رسول الله أنا من أتباعك مؤلّب القرآن الكريم قد كان لكم في رسول الله أسوى يعني لما يقول وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حوله الآيات كلها ترى مو نقطة وانتهى الموضوع تأسيتون بها يقول للنبي أنا بعثت رحمة رحمت أنت غيراك خلقي يضرب به المثل إيشلون كانت أخلاقك مو الواحد فينا إذا دخل إلى بيتك كأنه زلزلة كأن نار الله الموقدة يدخل حتى يخافون النسوان مساكن يلا عاد جهال لا حد يركض لا حد يغلق الباب بقوة هذا شنو قنبلة نووية داخل البيت له آدمي وين الخلق وين خلق النبي صلى الله عليه وآله أقول لك تواضع ما مثل تواضع واحد دخل إلى المدينة إعرابي يبغي النبي من نرجع إلى مسألة غسل الجمعة ما نبغي نطف هذه اللفتة المهمة دخل رجل إعرابي إلى المدينة يبحث عن النبي صلى الله عليه وآله قالوا ليه في المسجد مع أصحابه دخل المسجد تلفت يمين شمال المفترض القائد وين قاعدونا في صدر المجلس وبعضهم بعد يسون ليهم كرسي شوية غير عن بعضا ويلبس لباس مميز حتى يعرفون هذا قائد النبي يقولون يجلس أينما انتهى به المجلس وين مكان يقعد فيه أنا لما أسول إشي من أدخل المجلس أطالع يمين شمال منه قام لي منه سوى إلي مكان شهاد عاد دخل قامي طالع يمين شمال قال أيكم محمد وين هذا ما أنا شايف قالوا إلى هذا شوف اللي قاعد يجي أمام النبي صلى الله عليه وآله لما وقف أمام النبي أخذته هيبة النبوة أراد أن يتكلم ثقل لسانه قام يتنافض المسكين ويرتعش من قرن إلى قدم تبسم في وجه النبي قال هون عليك ما أنا لابن امرأة من قريش تأكل القديد هذا اللحم المجفف القديد يسمونه ما أنا لابن امرأة من قريش تأكل القديد يعني أنا واحد منكم هذا اللي قال إلى أنا ابن عبد المطلب يمكن نطيح صفرة الرجل المسكين تواضع أخلاق عظيمة خلق ما صار مثله واحد دخل مكة المكرمة يقولون جاي من البادية يبغي يقتل النبي صلى الله عليه وآله حامل سيفة تعرف جاي من البادية حالة حالة أشعث أغبار رثة ثيابة ويدور في مكة المكرمة حظاً نالتقى بالنبي صلى الله عليه وآله قال يا أخ العرب أغريب أنت عن مكة قال إيه ألك حاجة فتقضى قال بلى أنا جاي أدور عن هذا مدعي النبوة أريد أن أطفئ أحدوثته هذا زلزلنا أصنامنا نبغي نعبدها ما نعرفين نعبدها آبائنا أجدادنا على هذا الدين وهذا جايب إلينا دين وإله لا يكاد يبين تبسم النبي في وجه قال لي لا عليك أنا أدلك على هذا محمد أنا أودك إلى قال خوش كلام لكن بشرط أن تنزل إلى داري أنت متعب أنت لو تقابل محمد بهذا التعب شلون تقدر عليه أنت أنت متعب أنت جائع تعال إلى داري وبعضي أنا أدلك عليه قال خوش شيء كان الشرار يطلع من عيونه بس لما كلم النبي صلى الله عليه وآله على أصطلاحنا نخ وهد مو هذه الأخلاق ترى تقدر تكسر بيها أي واحد أنت أكبر أكثر مشاكلنا من شنو أنا عدراي وهذا عدراي ما واحد ينكسر مشاكل الأزواج بسبب هذه التعنوت والعصبية الزائدة يا مولاي واحد ينكسر يكسر إذا عصب الزوج مثلا يوم تنكسر الزوجة لو تأخذ بحضنها تانيتين تطاح الحطب كل والزوج كذلك بعد إذا أشاف الزوجة معصبة مسكينة ما تدري شعدها خذها بحضنك شوية وينتهي الموضوع ينتهي الموضوع كذلك بين الإخوة شاركونا عاد خلنا نسمعكم خاف صلوا على محمد وآله محمد حتى لا نطل عليكم أخذ وياه النبي صلى الله عليه وآله إلى داره وقدم أمام الزاد وقام يأكل وقب ما أكل تعرف جاي من سفر ومثل سفر اليوم أنا جاي نكون من الداء إلى الكورس يارا مكيفة براحتي ولا أبدا ولا كأننا صاير شيء معنا شمسنا ما يحد يتحملها بعد لكن هذا جاي من سفر متعب شايف الواحد اللي جاي من سفر متعب تروح تحاجي كل شوية يغمض عيونه قدامك يعني يقول لك عاد قم عاد روحات فكني عاد فإسولف وياه يشوف النبي يميل برأسه ويغمض عيونه يعني يبغي ينام الرجل أكلوا شبع سكت النبي فمال الرجل عليه ووضع رأسه على فخده ونام الإعراب نعم أقول ما ارتاحك عاد قال يا أخ العرب أكرمتني ضيفتني أحسنت ضيافتي الآن عليك أن تفي بوعدك قال أنا عدوى عدي أدلك على هذا محمد أو أديك إله ولكن بشرط أن تجرد حسامك من غمده جرد قال يلا قوم قال لنبي ما يحتاج تقوم أنا محمد أنا محمد يقولون ارتعشت يده وسقط السيف من يده قال إن كنت أنت محمدا فإنك نبي بحق هذه ليس أخلاق هذه هذا مو حسن معام ما شفت في حياتي أنا هذه أخلاق الأنبياء كيف أدخل في دينك قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فغسل الجمعة لو نرجع إلى روايات أهل البيت من أسباب تشريعه هذا السبب ترى الأغسال غسل الجنابة غسل الجمعة الأغسال المستحبة حتى الوضوء إليها أثرين مثل ما تعرف أثر روحي نوراني وأثر ظاهري يعني تنظيف حتى في مسألة تنظيف الشعر الزائد عند الإنسان من مضت عليه جمعتان ولم يتنظف فليقترض يقترض من الله يعني يقول لك اقترض من أحد ويحسب هذا القرض على الله هو اللي أديه إلى هذه الدرجة تم الإسلام اهتماما دقيقا بهذا البدن لأن أقول لك النبي صلى الله عليه وآله يعرف بأن هذا البدن هو منصة انطلاق الروح نحو الله عز وجل وإذا صلح البدن تهيأ البدن صارت العبادة أفضل صارت توجه أفضل أمور نورانية وأمور ظاهرية أيضا اهتم بالروح اهتمام كبير جدا تقول الرواية إن الله تعالى يحب معالي الأمور ولا يحب سفاسفها شلون يعني يعني احب العبد الذي يسعى للرقي بروحه إليه يعني أنا سؤال بسيط جدا يعني هذا الإنسان دائما نحن نقول أنا ويني وين أصير مثل فلان خل عنك المعصومين أكو حجاب أكو حاجز ما نقدر بس ما الذي يمنع الإنسان من أن يكون عمار يعني شمعنات يا عمار ماكو شي منعه من أن يكون المقداد ماكو شي منعه الله عز وجل هيئ فيك كل شيء أكو واحد لإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لي أريد أن أستشيرك بأمر قال أتستشيرني أنا ليش تستصغر من روحك يعني قال ولم لا فقد كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يستشير أحد أصحابه يستشير الناس العاديين أتستصغر من روحك هذا جيش أسامة إلا النبي صلى الله عليه وآله هيئ أسامة أمره ثمانتعشر سنة أمره ثمانتعشر سنة أراد أن يبين أنت كشاب لا تستصغر من نفسك أسامة جعل هذا الجيش ومعركة مهمة مع الروم مو أي معركة هيئ لها قائدا مثل أسامة طب هذا واحد من أسبابه لكن أكو سبب عقائدي موجود النبي صلى الله عليه وآله لما أخرج الجموع اللي بعدين رجعت إلى المدينة مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبين لهم أنتم لا يمكن أن تكونوا قادة أمام علي بن أبي طالب أنت مقود واللي قائدينك شاب عمره ثمانتعشر سنة فكيف تتقدم على علي بن أبي طالب هذا جانب عقائدي لكن رجعوا إلى المدينة خلافا لأمر النبي صلى الله عليه وآله رواية واردة باللعن موجودة جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش هذه الرواية موجودة عن كل المسلمين والقرآن الكريم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه يعني مخالفة صريحة لأولا ماكو سبب رجحهم إلى المدينة لكن رجعوا وقد ازدادت حال النبي صلى الله عليه وآله ثقل النبي دار عينه في أصحابه قال علي بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تظلوا من بعده أبدا ضمان ضمان ولا أمة من الأمم الله أعطى نبيها الإذن بإعطاء الضمان كل الأمم تناحرت بعد أنبيائها كرامة إلى النبي الله أعطاه الإذن بأن يهب هذه الأمة ضمانا عن الضلال نحن هذا التشتت هذا الضياع اللي تعيش الأمة اليوم ترى يتحملون مسؤولية من كانوا عند النبي ما يخلوننا من المسؤولية هذول يتحملون المسؤولية من سنة حسنة من هالباب اللي سميها ابن عباس رزية الخميس ينادي الخميس الخميس رزية الخميس صار فيها يا ابن عباس قال قال النبي علي بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تظلوا من بعده أبدا وإذا بصوت ذلك الرجل وهو يقول دعوه فإن النبي يهجر ومصيبتا وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى من هذه الكلمة من وقع هذه الكلمة أغشي على النبي ارتفعت الضجة من أصحابه هذا يقول الهرج والمرج صار بين يدي رسول الله وهذا لا يجوز هذا يقول كفانا كتاب الله هذا يقول هاتوا له ما يريد وذاك يقول القول ما قال الرجل فتح النبي عينه قال اخرجوا من عندي ألا نأتيك بما طلبت قال أما بعد الذي قلتم فلا اطلعوا برا اخرجوا من عندي طلعوا وإذا به ينادي علي بأخي وحبيبي جابوا إليه واحد أشاحة بوجهه عنه طلع جثان أشاحة بوجهه عنه صاحتهم سلم ويحكم ماذا تريدون من رسول الله والله إنه لا يريد إلا علي آتوا له بعلي دخل أمير المؤمنين ففتح النبي باعه وضمه إلى صدره شكرا